تكلم عن الأضحية الأضحية سنة مؤكدة وهي سنة على الكفاية إذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع وإن تركوها كرها لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالنحر وهو سنة لكم والأضحية يا أحبابنا هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم يوم عيد الأضحى وأيام التشريق ويدخل وقتها بعد دخول وقت صلاة العيد بقدر ركعتين وخطبتين ويخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق التي تلي يوم العيد والرجل له أن يذبح عن نفسه وعن زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ ولو شاة واحدة وإذا أراد أن يذبح عن ولده البالغ فيشترط أن يستأذنه ويذبح شاة أخرى ويجزئ في الأضحية جذع من الضأن أي الغنم والثنية من المعز والبقر والإبل والجذع من الضأن هو الذي استكمل سناه والثني من المعز هو الذي استكمل سنتين والثني من البقر هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة والثني من الإبل هو الذي استكمل خمس سنين وتجزئ الشات عن واحد والبدنة من الإبل عن سبعة والبقرة عن سبعة يشتركون فيها ويستحب للرجل أن يذبح بنفسه ويستحب للمرأة أن توكل رجلا يذبح عنها ويسن للذابح أن ينوي أنه يذبح عن نفسه أو عن غيره تقربا إلى الله ويسن في البقر والغنم الذبح متجعة على جنبها الأيسر وأن يستقبل بها القبلة ويستحب أن يسمي الله عند الذبح ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله والله أكبر وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم منك وإليك فتقبل مني أو يقول تقبل من فلان صاحبها إن كان يذبح عن غيره ويستحب أن يحضر صاحبها عند الذبح ويأكل المضحي ثلث الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ومحل التضحية حيث يكون المضحي ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا إعطاء شيء منها أجرة للجزار ويستحب لمن أراد أن يضحي ودخل عليه العشر من ذي الحجة أن يمسك عن قص الظفر وإزالة الشعر إلى أن يذبح ترجمة نانسي قنقر